اهلا بكم مرة تانية طبعاً النهاردة عندنا ماتش مهم جداً في الدوري قدام امبي وأكيد حيكون ماتش قوي وكمان عندنا كلام كتير عن الكرة في أوروبا بشكل عام اهلاً النهاردة بنوّرنا النقض الرياضي للأستاذ أحمد غنين يا صباح الخيرات وأهلا بك معنا الصباح الخير عليك يا كريم الصباح الخير عليك يا ناول أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يعني والله إحنا سعداء وعندنا ملفات كتيرة جداً نبدأ به نبدأ بالأهلي والوداد ولا نبدأ بعمة المنظومة ككل اللي إحنا عندنا طبعاً كلام فيها أنا عارفة ولا نبدأ بالمشهد اللي إحنا كنا وأنا حابة أن أبدأ بالمشهد اللي إحنا كنا أنا وكريم نتكلم عنه النهاردة في فكرة العنصرية اللي إحنا شفناها من الجماهير ضد ريال مدريد والتضامن اللي كان موجود وفكرة أن دي لسه يعني مشاهد أعتقد أنها لا طريق بـ 20-23 أبداً لكن إست موجودة تكلم في دول أوروبية متقدمة بتشوف ده إزاي من خلال متابعتك على مدار السنوات اللي فاتت والحقيقة دي مش أول وقع عنصرية بهذا الشكل الفج الحقيقة يعني لازم ده الوصف النسبيلي الوصف ده فج الحقيقة اللي حصل مع فينيسيس جونيور الحقيقة ده عنصرية فجة ختح دينا في مباراة فالنسيا الحكم المفروض حتى بيان جاني إمفنتينو بالأمس يعني بيان جاني إمفنتينو رئيس تحدي دولي كرات القدم قال المفروض فيه ثلاث خطوات حوضاعها على الفيفا يعني رقم ثلاثة منها وأهمها لو استمرت الأوضاع على هذا الشكل يتم إيقاف المباراة بشكل كامل وده لم يحدث حتى قرر الأنشوط يمدار بلاي المدريد تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح الأمور تطور بشكل كبير جدا في قصر فينيسي جونيور واصلا الحكومة البرازيلية صباح اليوم غير عند رئيس طبعا لولا دي سلفا الحكومة البرازيلية كمان بتهدد كمان في عندهم حاجة يعني في القانون بتمنحهم يعني ميزة أنه ممكن يتعاملوا مع أي خرق أو معاملة غير جيدة لمواطن برازيل خارج حدود الدولة البرازيلية فهم هددوا واستدعوا وتم استدعاء بالأمس السفير الأسباني في البرازيل فمضاء أخذ أبعاد كبيرة جدا لأن الحقيقة التعامل الحقيقة بتاع ربطة الدور الأسباني وخفيرتي بس ربطة الليجة التعامل كانت غير جيدة على الإطلاق سلبي جدا بالضبط كانت تعامل سلبي بشكل كبير جدا أنه يتكلم أنه دعينا في نسبة جينيور تسع مرات أنه يتم الحضور ونتنقش معه في قدرة العنصر ولم يحضر طبعا دي كلها مبارات حقيقة وهي لكن حقيقة الدور الأسباني عنده مشكلة لاستقلوا وقع أن نتذكر وقعت سامو الإيتو سامو الإيتو في إحدى مبارات مع برشلونة رفضوا أن يكمل المباراة بسبب وقع عنصرية دانيا ألفز النجم البرازيلي بصرف النظر عن طبعا الظروف اللي هو بيواجه حالينه والسجن اللي بيعاني منه لكن هو عنا أيضا وقعت عنصرية وتعامل معها حتى بشكل ساخر دي فيه تصاعد ملحوظ في وطيرة العنصرية حتى بره مجال الرياضة بره الملاعب والاستداد حتى في الشوارع وفي دول متقدمة زي أمريكا ودول أوروبية كتير يعني كل اللي كنت بتكلم معنا وانت في أول الحلقة وجاتت سيرة أن اليوتيوب بقى مليان فيديوهات متصورة في وسائل المواصلات في الشارع في مكتر في كل أشكال العنصرية ضده كل أشكال المختلفين سواء كجندر كخلفية كدرجة صمار حتى الجاليات المقيمة في دول برغم أن الدول دي فيها قوانين راضعة وبنشوف في نهايات الفيديوهات دي كثير من الأحوال بتلاقي شرطة جاية وتقبض على الشخص العنصري لكن ده ما قللش الوتيرة بالعكس الحكومة الأسبانية على سبيل المثال طبعا وقعت فينيسيوس حركة المهارة كده صباح اليوم أيضا تم القلق أبدع أربع أشخاص ووضعوا لافتات في أحد الشوارع في العاصمة مادريد في لافتات تهديد بالقتل فينيسيوس جونيور القضية وصل الأمور بشكل كبير جدا يعني رأي المدريد بالأمس أصدر بيانين وفلورنتينيو بيريس رئيس سنين المدريد كتام مع فينيسيوس جونيور بشكل شخصي ورأي المدريد نشر البيان لأن رأي المدريد تعرض لانتقادات لأن البيان بتاعه تأخر لم يصدر بعد الواقع مباشرة صدر تاني يوم يعني الواقع حصلت يوم الأحد بالليل صدر البيان تاني يوم اليوم الاثنين الصبح وبتالي كان فيه انتقادات الريان مدريد لأن الحكومة الأسبانية وشوفنا وزارة الحكومة الأسبانية منهم وزارة الرياضة بيتكلموا أنه يتم هناك إجراءات لمواجهة هذا الأمر لأن ممكن رأي المدريد ببساطة يخسر واحد والدور الأسباني يخسر واحد حاليا من أهم العابة في العامة فينيس سنينيور أن فيه كلام شبكة ASPN تكلمت أن ممكن فينيس سنينيور يفكر في الرحيل أنه استمرت الأمور بهذا الشكل فيه الدور الأسباني والعنصرية ضده بهذا الشكل بالتأكيد وده بتحذير أعتقد وده أعتقد أن لمد من هذه الإجراءات لأن هذه الإجراءات بالفعل ما حصل في مباراة فالنسيا دي مش أول مرة مع فالنسيس جونيور هذا الموصل لكن اللي حصل تحدينا يا كريم في مباراة فالنسيا أمر الحقيقة فق كل الحدود والحكم الحقيقة كانت عامل وسائق بشكل كبير جدا مع الأمور نروح بقى للأهلي أو نرجع للأهلي نرجع مرة تانية والعودة للدوري المصري ويعني التقلق في البطولات الأخرى للأهلي الحمد لله محققوا لحد دلوقتي يعني يدعو للثقة ويدعو طبعا للفخر لكن خلينا نقول بقى مع بداية العودة تانية للدوري فرص الأهلي بتقرأ برضو المباراة إن شاء الله هتكون إزاي خيانا نعرف منك أنا أعتقد أن مرسيل كولور سيكون بإجراء عدة تغييرات على التشكيل لازم ضروري جدا لأنه عين الفترة أخيرة من ضغط المباراة على الصعيد الأفريكي مباراةين الوداء مباراةين الرجاء مباراةين التراجي لا ننسى مباراة بيراميز في مباراة السوبر في أبوظابي امتدت الأكسترا تايم وهو بالتأكيد هيعمل روتيشن خاصة أن الجدول نكون واقعين يعني الأهلي حتى رغم كل المؤجلات الكتيرة ليه هو حتى الآن متصدس فهيحل نفرق نقطة عن بيراميز لكن أهلي مؤجلات كتير وبالتالي هو عنده أريحية وأعتقد كمان المدرب الأهلي مع أنه عنده الأريحية دي هو يريد حسم الأمور ويكسب كل المباراة قبل مواجهة الوداة في زهاب نهاية دورة أبطال أفريقيا حتى يكون يعني فريش خاص جدا فيما يخص موضوع الدور المصري ويركز على بتوء الأهم أكيد بالنسبة له هو نهاية دورة أبطال أفريقيا قدام الوداة اللي بمناسبة لن تكون مباراة سهلة عكس ما يتوقع البعض صيحة أن الوداة تخرج سانداونز لكن الحقيقة الأسلوب اللي لعب به الوداة ضد سانداونز هيقول المباراة للزهاب بينا في القاهرة لن تكون بالسألة على الإطلاق كما يتصور ببعض هدوم كامير حارس مربع متقلق الحقيقة بالتأكيد ومنسبة أعتقد كان من ضمن الحراس اللي كانوا طبعا كانش الأساس لكان ضمن القايمة اللي كانت موجودة مع منتخب المغرب في كاس العالم الوداة صحيحة أنه يعني افتقد بعض العناصر طبعا على أسهم أشرف داري مش متواجد معهم طبعا وتزابزوا بالإداري برضو وتزابزوا بالإداري أنهم كانوا مدرب الأهل الأسبق أخوان كارلوس جاريدو ومشوه قبل مباراة سان داونز نظرا طبعا لتخبط المستوى وأن كمان الجيش الملكي أصبح لهم هو أقرب لتحقيق لقب الدوري المغربي من الوداد نوعا بعد ابتعاد الرجاء بصورة كبيرة جدا عن منافسة عن اللقب فأعتقد لا المباراة الوداد وعيد وأوكرر لن تكون بالسهلة كما يتصور البعض ايه اللي بيخلي فرق وأسماء تقيلة وليها تاريخ زي ما حضرتك تفضلت من شوية وديه كرارت في الفترة الأخيرة أكتر من مرة في أكتر من حالة فكرة إنه هو خلاص في عدم رضا عن المدير الفني فيتم تلهير وإن شاء الله قبل المباراة مهمة في بطولة مهمة بيوم زي اللي حصل مع التراجي ونبيل معلول هل ده قرار منطقي ولا ولا إيه والله الحقيقة نحن في ماء الماء نش عايزة طبعا أعام لكن الحالين المعظم في العالم العربي بشكل عام في الكورة مفيش بروجيكت خالص يعني إحنا منشوفه في أوروبا مايكل أرترتا حالين فيه مشروع واضح جدا مع أرسن على سبيل المثال محاقات مخدش الدوري لكن أعادوا من دورة بطال أوروبا محاقاتش كانت خالل أن أرسن كان هينافس علاقة بالبريمير ليج صباح إنه أحضره في شهر إبريل وتعادلات غريبة لكن في أول في الآخر فيه بروجيكت واضح جدا مع أوروبا فيه بروجيكت إحنا هنا في العالم العربي مش عايز أعمم لكن باستثناءات مفيش بروجيكت بشكل واضح جدا يعني على أي سند مثلا التراجع على سبيل المثال عاد نبيل معلول ثم مشي نبيل معلول يعني أنا مش فاهم الحقيقة الأمور بتضار بأي شيء لخصول أن التراجع كمان التدعمات لي في المركات وما كانتش بشكل قوي جدا وبالتالي أنه أصلا يوصل سليمي فايل أنا بزباقي كان مفاجأة يعني أنا أعتقد أن التراجع كان في مجموعة الزمالك حالته كانت سيئة جدا كان معاه فريق جزائري ليس أقوى أفضل ما يكون وبالتالي هو تأهل حتى في دور التمانية هو لها ضد فريق جزائري الكرة الجزائرية على الصعيدة الأفريكي مش قوية يعني عشان برضو كون ومانا مع السادة مشاهدين مش قوية يعني حاليا سون دونز والأهلي وممكن فرق من المغرب وممكن فريق أو آخر ممكن التراجع يعافر بعض الشيء أو لكن بشكل عامل الخريطة على مستوى الكرة الأفريقية يعني أو القرعة سهمت أن التراجع وصلت لسي مفقا لكن التراجع بالسكواد الحالي لا يؤهل وبالتالي ما فيش أي يعني أي مروجيك بديل نموين الشعبين رجع مرة أخرى ساب سراميكا كلوباتر ورجع مرة أخرى في ولاية أنا مش فهم وميني الشاباني مشي من فترة بإيه ورجع في إيه فالأسف الشديد موضوع افتقاد البروجيكت وافتقاد رؤية واضحة وافتقاد أنت عايز أي بالزبط ده بنعاني منه مش عايزة أعمم كما قلت ولكن بالنسبة كبيرة جدا في القرى العربية بص إحنا هنروح ونرجع يعني برنامج بتاعنا برنامج خلية نروح لماتش من سيتي وإنتر ميلان لأنه برضو كان خبر معنا والتوقعات قالت لك يعني اتقسمت قالت لك ده ما تقداش تتوقعه رغم أن التقلق أكتر لمان سيتي لو هنتكلم يعني والناس تانية تقول لك أو أراء أخرى تقول لك لا ما فيش بالعكس إنتر ميلان برضو مقدم موسم أكتر من رائع وفي عودة بقوة وكمباك أكتر برضو من المتوقع فممكن جدا تلاقي إنتر ميلان يعني بفاجئنا بتشوفه ازاي أنا الحقيقة بتذكر نائعي نسخة دورة عبطال أوروبا 2021 منشستر سيتي وتشيلسي كل الترشيحات كانت لمنشستر سيتي لكن بيب جورديولا اتفلسف بطريقة زائدة عن الحد ولعب خط لوسط العمود الفقر للفريق رودري لم يبدأ به بشكل أساسي وبالتالي تشيلسي استغل ده وحقق الفوز في النهاية وتوق باللقب وبالتالي أنا أتكلم في الجورديول كنتعلم الدرس لأن انتر ميلان لا يأمن خبص الطاليان انتر ميلان صرف في النظر أنه هو بيتخبط في الدورة الإيطالية بعد الشيء لكن والقرعة سهدية أنا في وجهة نظري أن لا انتر ولا ميلان لو القرعة بتاع الدورة بطال أوروبا هما ما يوصلوش لكن القرعة ساهمت أن فريق إيطالي يكون متواجد في دورة بطال أوروبا صحيح أن الدور الأوروبي أو دور المؤتمر سواء في رونتينة أو روما ممكن بالمجهود بعد الشيء وأن الفرق معظم المتوسط المستوى قريب بالمستوى لكن في دورة بطال أوروبا هي القرعة اللي سامت في تقاهل انتر ميلان للفينال لكن ده مباراة نهائية في كل الأحوال فأنا في وجهة نظري لا المباراة تفضل 50-50 ده نهائي ولا يؤمن 5-6 طاليان لأن مدرب انتر ميلان إيطالي سيموني إنزاجي ويعني ده مباراة مباراة في العمر محدش عارف اللي ممكن يحصل آه منشستر سيتي هو الأقرب منشستر سيتي هو الأكثر كما يقال في لغة الكرة جوعا لتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه جوارده نفسه اعترف قال أن مسيرتي رغم كل ما حققه من نجاحات أسطورية لكن تبقى في النهاية أنه محققش دورة بطال أوروبا هتبدأ نقطة سوداء بالزبط هتبدأ نقطة سوداء في مسيرته مع منشستر سيتي وفي قرسه هم دلوقتي يعيشوا يومين نشوة يعني في حالة انتشاء عندهم لاعتبارات كتير منشستر سيتي الحقيقة يعني كان القطع النقص إيرلينج هلند بصرف النظر ما مسجلش ضد ريال مدريد لكن إيرلينج هلند الحقيقة وجوده كفاية والله وجوده كفاية بالزبط مهاجم مهاجم لقم 9 كما يجب أن يكون مهاجم يعني جسم في 22 سنة يعني إنت شفت لو نرجع وكام سنة درواكي 22 22 الله ما صلي على كامل أنا أعز لك هريم ده كان من تالس سنين ما كان بشبه في دورتم كانت في ريتبورل سالس بورج النمساوي جسمه وكانش كده خالص كان طبعا التدريميات والفتنس وامور كتير جدا نتمنى تنتقل لمصر إحنا شفنا بالمسبب شايفين محمد صلاح لما طلع من مقوين العرب واللاتي جسم محمد صلاح عمل إزاي فهو بره طبعا أمور مختلفة خلص عن هنا نتمنى يعني ليفربول على ذكر محمد صلاح ليفربول حاله ما يصرش بقاله فترة ليفربول خلاص في اليوروبا ليك بنسبة 99.9% خلاص نيوكسل بالأمس ضمن التأهل الرسمي لدوري أبطال أوروبا بعد غياب سنوات طويلة جدا وده حقيقة مشروع ذاكي جدا وعجب أن يكونوا في مركز رابع ليكسل مركز ثالث ثالث أو مشروع السعودي مشروع ذاكي جدا للإستثمار كان بعقل العكس تشيلسي يعني تشيلسي الأمريكان جيهم 611 مليون يورو في مركاته صيفي ومركاته شاتوي والمحصلة كارثية في مركز رقم 12 أو 11 في التريمير هي حاجة كارثية يعني لكن نيوكسل حقيقة المشروع السعودي كان مشروع ذاكي جدا في الإنفاق استقديمه مدرب كان وعد جدا هو إيدي هاو هو مش وعد من ناحية السن لكن وعد من ناحية أنه حتى في تجربته مع بورنوموس الحقيقة رغم أنه بعد كده ترقهم والفريق هبط لكن كان واضح جدا أنه مدرب حتى كان مرشح إحنا كان ممكن خليفة أرسن فينجل في أرسنال لكن الأمور لم تسر يعني في المفاوضات كما يريد إدارة أرسنال لكن ناحية كان مدرب وعد جدا الصفقات تمت على الأفضل ما يكون وفي المراكز اللي محتاجينها أنا أعتقد كمان أن يتقاهل أن يكسل دورة طال أوروبا يخليهم ممكن يضم نشوف أسماء كبيرة جدا فيه كامل بمناسبة على ساديو ماني يعني شبكة سكاي سبورتس البلطانية تحدثت أن ممكن أن يكسل نظر لتقاهل دورة طال أوروبا ومحتاج لعيبة بكواليتي دورة طال أوروبا فبالتالي هو يفكر فيه ممكن يفكر في ساديو ماني خاصة أن ساديو ماني طبعا بيعاني من مستوى كاريسي جدا فيه باري منخ لكن ليفربول الحقيقة ما هيبقى فيه بنائك بشكل كبير جدا هو يكون محور محمد صلاح محمد صلاح مكمل بشكل كبير جدا عكس كل ما يقال أن ممكن محمد صلاح يمشي عشان ليفربول مش تقاهل لا نسبة كبيرة جدا محمد صلاح مكمل من وجهة نظر محمد صلاح أنا أعتقد أن وجهة نظر محمد صلاح كمان يكمل لأن محمد صلاح حينما جدد عقده في الصيف الماضي وهو حاليا من أعلى رواتف في البريمير ليج بحسب صحيفة ديلي ميل بيأخذ حوالي 358 ألف جنيه سنة في الإثباط وربنا يباركله شوية مش باين خالص ربنا يباركله دي من جوة طالعة لا والله ربنا يباركله لا لا والله بحسب ديلي ميل بيأخذ دافي صلاح يعني هلند أو أكتر كمان بيأخذ حوالي 845 ألف ستريني في الإسبوع الله يباركله طيب يباركله برضا لا بس يعني لأن هلند بالمناسبة هو عشان بنحلال خلي بالجواند وربنا فتاحها مع عجب 52 جول يعني كل فاوند بيأخذ بيعدي بالمناسبة فكرة سيطرة رأس المال على حنسمية دلوقتي صناعة كرة القدم وإن كانت واخد شكل التجارة أكتر ما هيصنع سيطرة رأس المال دخول رأس المال العربي سواء كان سعودي سواء كان قطري أو حتى مصري في كلام مؤخرا مرضو عن أحد كبار رجال العمال المصريين وبصدر في أمريكا مصبوط يعني النوع ده من المستجدات 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 هتفيد الكرة القدم ولا هتغير بقى آلية التعامل مع اللاعبين ولا حيان تجعل هاي والله بص يا كريم أكيد على سبيل المسأل المشروع السعودي حيانا الدور السعودي جاب رونالدو ومقدمين عرض خيالي بمعنى الكلمة الميسي بنتكلم حسب مصادر موصوكة في الصحافة الأوروبية رممائة مليون يورو في السنة مع الهلال مع الهلال ماش مع النصر لا لا يعني عقصت في السعودية في السعودي مفيش تاني أوفرز جات له برشونة بيفكر يرجعوا كان تصريح كده على الهامش يعني مكانش تصريح برشونة وحتى كان دي حتى تشافي هرناندز مداري برشونة يعني قالها بالأمس مشكلة برشونة هي أزمة أزمتهم ملايك كبيرة جدا تخليه الهامش اللي بيتحرك فيه مش كبير للأسف الشديد أنا على نفسي أتمنى أن أشوف ميسي يعتزل في برشونة طب هل ممكن ميسي يفكر زي ما نحن نفكر لمحمد صلاح فكرة أنه عمل أسطورة في مكان معين في نادي معين وفي مدينة معينة حتى لو كان بعد عندناها الفترة يرجع لها مرة ثانية يعني مثلا ليبربول ناس كتير من المصريين بصفة خاصة حبا في الحالة اللي حققها محمد صلاح في ليبربول البلد كلها المدينة مش بس النادي أو الفريق فمستخسرين أن بعد اللي حصل ده كله يسيب ويروح أي مكان تاني مهما كانت المغريات حسبت اللعيبة الكبار وبالذات في المراحل المتأخرة قبل ما يعتزل هو ميسي خالص دخل على الستة وثلاثين سنة أنا كنت أتمنى أن ميسي يعتزل في برشلونة لكن لو بالعقل أتمنى أن ميسي ما يرجعش عاطفين أتمنى ميسي يرجع لكن بالعقل لسبب بسيط جدا أنه مهما يعني مهما يرجع مش حق إلا حق أوف برشلونة بالعقل عرض الهلال ماليا أمور كتير جدا هيتوفر له حياة كتير جدا تسوقيا يعني هو مكيد مش محتاج يأمن مستقبل يعني عشان يعني بس هو وضاي في ناس مع كل مرة أمعايش أختمها بالمصري يقولك على كده أجره في الدقيقة كام فيحسبوها فتلاقي الأجر في الدقيقة عقبال عندك بس عايزة أقول حياة كريم الكالكلياتر وقفت جابت 40 مليون مش حادرة تحط الرؤى الشف كمان عايزة حياة كريم أنا أعطاك أن الدولة السعودية هتستفيد أضعاف أضعاف لو ميسي وصل ورونالدو الاثنين موجودين في المسابقة لأن الدولة السعودية استفادت من وصول رونالدو بشكل كبير أولا الدورة السعودية يبس حاليا في قبرى محطات الأوروبية أو أسماع المحطات الأوروبية من المحطة عملاقة جدا في فرنسا هي مونتي كارلو تبس تحتاج المباراة النصر وبالتالي وميسي ليست فقط دولة يعني مش فن أو أو دينية فقط المكاسب للسعودية ستبقى أضعف مضعفة يعني المبلغ ضخم لكن فوجة نظري أن المكاسب للسعودية في فوجة نظر ستبقى أكثر بكتير جدا من المبلغ الذي يدفع لميسي في السنة الوحدة فهي بتبقى في الأول في الآخر هي عقليات لكن أنا لو من ناحية العقل أذب الهلال بصراحة جديدة العاطفة يرجع برشلون لكن أنا بفوجة نظري ميسي ميش هيقدم لبرشلون مثلما حدث يعني حتى رحيله في 2021 دي وجهة نظري هي كل التجارب أثبتت أن عودة النجوم مرة تانية للنادي اللي بتادوا فيه بقت بالفاكل منه كريستيانو رونالدو بزبط كريستيانو رونالدو فمنشيستر رونالدو ميشي بشكل كانش حلو جدا لا تاريخه مع منشيستر رونالدو ولا تاريخ اللاعب نفسه أن يمشي بهذا الشكل وانترفيو كان كارسي جدا مع بيرس مورجان يعني واضح أنه كان شايل جام يعني كان الموضوع صعب قوي بصي أنه واندرغم يعني عدم اتفاقي بشكل كبير جدا مع أن رونالدو يتهكم على المدرب بهذا الشكل في وسيلة علامية وفي تصريحات تلفزيونية بهذه القوة لكن كل كلمة قالها كارسي ناردو كالكلمة صحيحة من ناحية من ناحية أن المنادي يفتج الحياة جدا بداية أن رجاءتي على إجليزر بتتفاوض على بيع منشيستر وانتلسى نشوف طبعا يتم بعقام لها بشكل كامل يعني باريس سان جرمان ايه حكايته فكرة أنه عنده يعني أسلحة فتاكة من اللاعبين وفكرة أنه مسيطر وطبعا ده منطقة ودي أقل حاجة لازم يعملوها الحقيقة بالأسماء اللي عندهم من المسيطر تماما على صدارة الدوري الفرنسي لكن إمتى حيتقال أن باريس سان جرمان ممكن يأخذ دوري لأبطال لما يجي مدربه شخصية كوية زي مورينيو عشان يعرف من سيطر على اللعبة اللعبة لأن السكواد طبعا السكواد هيمشي منه ميسي بنسبة يعني صعب جدا لأن الجمهور كمان متجا كان فيه كلام مبارح على منشستر ونايتد ممكن منشستر ونايتد يفكر فيه لأنه بالنسبة بالأندال قليلة تقدر تدفع راتب نيمار حتى لو على سبيل الإعارة لأن راتب نيمار كبير جدا بيقترب من 40 مليون يورو في الموسم من أعلى رواتب 40 مليون هكتبع عمدك أنا وال ومعنا 400 مليون سجل يا جماعة سجلوا معنا هذا الكالكوليتر سيزغرق بالأرقاب اللي بنحطها بي يعني من نشاستر ونايت من الأندال الإنجلزية الكبيرة بشكل عام هي من تقدر تدفع هذه الرواتب بالنسبة ريال مدريد حاليا لا تدفع الرواتب بالشكل يعني ريال مدريد طبعا برشورنا أكيد لكن ريال مدريد نفسه حتى في المريكات ورغم أن ريال مدريد عايز يعمل صورة لكن تكون صورة محدودة هيبقى عنده سقف لأنه في الأول في الآخر وهم عشان كده كانوا عايز يعملون مشروع السوبر ليج لأنه مشروع السوبر ليج كان يتيح ليهم أمال كبيرة جدا يقدروا ينفسوا الأندال الإنجليزيين حاليا الأندال الإنجليزيين هالتطب حاليا في أوروبا كلها من حيث الإنفاق ومن حيث القدرة شرائي البريمير ليجا كريم حاليا أرقام مهولة جدا جوا بريطانيا بس الموسم الواحد ممكن يوصل لحقوق البس تلفزيوني بموسم واحد مليار جنيس ترليني هنتكلم في مبالغ وبرة أبروض حوالي 5 مليار هنتكلم ده هنستثمر هناك نهوان في الفترة جاءت طبعا عشان كده بالنسبة أستون فيلا في استثمار مصري يعني أستون فيلا في استثمار مصري رجل أعمال نصيف صويرس مستثمر في أستون فيلا بشكل كبير جدا وكان في استثمارات سابقة يعني في هال سيتي أعتقد كان فيه كذا استثمار مصري وكان محمد الفايد في فلهم أيضا كان فيه استثمارات مصرية اللي البريمير يجي حيال بها هناك جاذبة جدا الاستثمار في مجال كرة القدم على عكس مثلا إيطاليا طاردة بشكل كبير جدا عشان كده كرة إطلاعية بتعاني فيما خص موضوع الإنفاق بس ده مؤخرا يعني كام سنة اللي فاتوا نتكلم لكن في التسعينات كانت أكثر من رائعة كانت جنة كرة القدم يعني كان فعلا بتوطلق عليها جنة كرة القدم لكن مفيش تطوير وأشياء منتخب يشارك في كاسعالي مفيش تطوير لكن البريم لك حاليا طهول لمقتصح لابا كولا مفصل بالنسبة لبقى اللي يجي عندنا لا احنا احنا محتاجين كتير جدا فيه محاولات والله فيه محاولات فيه محاولات من نادي الأهلي يعني الأهلي بيحاول لكن برضو الأمور محتاجة يعني تغيير محتاجة أمور كتير جيد قال أهلي عامل شركة الكرة القدم وشركة للسياح وفيه شركات بيحاول بفيه تطوير لكن برضو الأمور محتاجة تغيير من أطراف مختلفة مش من طرف واحد يعني أنا حقيقة كويسي أنت أنت فتعت الموضوع ده بس تغرب من قصة بعض لأن دي بتو يعني بيقول لك إحنا هنسحب الإستثمارات يعني أنا مع احترامي الشديد يعني يعني الإستثمار مش بس أنت بتنفق تشتري العيبة الإستثمار في البنية التحتية الإستثمار يعني وفيه إضافة حقيقة للكرة المصرية الإستثمار مش بس أنها بشتري العيبة بأرقام كبيرة جدا لا الإستثمار إن أنت يبقى فيه بنية تحتية حقيقة بقاعدة ناشيئين اكتساب جماهير إكتساب جماهير برا ان انت بتعمل ان انت المعسكرات بتاعتك تققى برة وبتحضرها اسماء كبيرة انت تجيب اسماء كبيرة جدا زي ما الكرة السعودية حاليا هدفة نوم يكونوا من اقوى 10 دولات على مستوى العالم باستقطاب النجوم فانحنا ده الاستثمار انحنا عشان تجذب مش بس احنا يعني الدورة المصري احنا منغلقين اول في مصر لكن يا جماعة السعودية واخدت جاه شكل التاني خالص الرشدة بقى بالتالي من وجهة نظرك الرشدة اللي ممكن لو مشينا عليها البيئة نفسها تتغير لان احنا انا مبقيتش فاهمة والمشكلة عندنا في تفكير رؤساء مجالس ادارات النوادي المختلفة ولا المشكلة ليه علاقة بالاتحاد ولا المشكلة ليه علاقة بالبيئة ذات نفسها اللي ممكن تبقى طاردة حتى لأي افكار من شأنها اصلاح الوضع للحال كله يا كريم بصراحة كله اولا القانون لازم تتغير صحيح انك فيه قانون رياضة تحط لكن حاليا في مجلس النواب بيتم ونقش التعديلات اخرى على قانون رياضة والقانون لسه ما بقلوش كم سنة دي رقم واحد رقم اتنين البيئة نفسها يعني نظام النفس سواء الامر يا استاد اي ما عليش انا مش ضد التعديلات اللي هي القانونية يعني لا انا مش ضدها بس بتكلم يعني القانون ده ليس صلاح من كم سنة طب ليه التعديلات اللي يعني هل ده مثلا التعديلات دي مكانتش موجودة عند يعني استاد اعظم مجلس النواب وهم بيعملوا القانون لا يا فيه مستجدات بتحدث وفيه اوضاع بتسوق فعلشان كده بيبقى فيه الحاجة ان انت تعمل تشريع او تسن بعض القوانين يا دي اللي وصلت لنا لما حضرنا يعني انا في فوجة نظر لازم نطلق العنان للخصخصة في الاندية نطلق العنان للخصخصة خصخص الاندية لازم بالمناسبة كان مبارح مصلي قال معامل رئيس نادي النص السعودي قال ان احنا حاليا نجهزين للخصخصة معنى كده ان الحكومة السعودية هتشيل ايديها هتبدأ تدرجان تشيل ايديها من الدعم الاندية في الاخر فيه بيع وشرة وستثمار وإرادات لو ده خصر عندنا بحزفير وينتو جعله ايه في رأيك لا الكرة المصرية كريم بقرسها يعني هتفوق في الحالة دي الكرة المصرية بقرسها يعني مع احترام الشديد لأي حد في المنطقة وفي كرة افريقيا الكرة المصرية لو رجعت الوضاعات طبيعية تكتسح 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 نقرسنا كبير جدا طب مش عايزين نتكلم عن القرس حضر الحضر حاليا لا احنا متراجعين عشان نكون اماني لكن قرس الكرة المصرية يعني مع شوية اصلاحات يعطيها دفعة ان هي تبقى غول يعني المسابقات بتاعنا تبقى غول على المستوى العربي والافريق ما بولش طبع على مستوى اوروبا لكن نجول على مستوى عبر افريق وبالتالي زي ما كنا سنين طويلة زي ما كنا سنين طويلة جدا لكن في السعودية بيشتغلوا صح انا مش منحاز الحقيقة انا مش بكلمتي على المشروع السعودي انحياز لي لكن الحقيقة انا مواجب جدا بالفكر بتاعه ومنسبة كرة الاماراتية بدأوا حاليا برضو استكتاب النجوم شفنا الشرقة جاء بعض صفقات ميرالين بيانيتش قدرة المالية وقدرة الشرائية ليها اقول في الحاجات اللي زي ده هيجي يا كريم من اطلاق على الخاصات والاستثمار الاهلي مثلا او الزمالك او الاندية الشعبية تحديدا انا دور المصر الكريم فيه مشكلة كبيرة جدا معظمه اندية شركات اندية مش جمهيرية الجمهور عصب كرة القدم انا هجيب حقوق البس التلفزيون انا هجيب حقوق البس التلفزيون ازاي برا مصر ومعظم الدور المصر اندية شركات بس ده الوضع بقاله من السنوات يعني من لابد من تعديل يعني انا فوجة نظري مش هتقدر تشتري جماهير ما هي الجماهير معتلت ترباحها اهلي والمتبقي زمالك والمتبقي متوزع بعد كده عشان كده بتكلم يعني ده الوضع عشان كده هوند بتكلم في خسخاصة الاندية بمعنى ان انت نادي زي الاسماعلي بيعاني بقاله سنين يتم خسخاصته يعني ايه اللي هيحصل لو تم خسخاصته بالعكس هي بيجي بمستثمر بيستفيد من شعبية الاسماعيل يرجع الاسماعيل ينافس مرة تانية لكن الوضع بهذا الشكل يعني طب ما احنا شوفنا بيرامدز مالوش جمهور ما دي النقطة اللي بتكلم فيها بيرامدز بيتكلم عن السمارات حتى الجماهيرية اللي تقول عمرها لها شعبية كديرة برضو اتحصرت الى حد جديد شعبيتها كان مناسبة فيه في وقت بالوقت كانوا قولين العرب ليه جمهور مخيف الاتحاد السكنداري ليه جمهور مخيف الاتحاد يا كريم بالمناسبة رواد السوشيال ميديا في الفتر اخير بتدول مبارياتش بين الكم والحاجات بنشوف الجمهور حاضر ازاي ممكن باستثمارات بسيطة وبفكر فكر انا طبعا مش خبير بس بقره برضو بشوف بره الناس بشوف البريميليج عاملت ساعة 290 من ساعة تغيير المساملة البريميليج الناس دي حطوا قاعدة وكان طبعا بقيادة وبالمسبة كان بدأت رجل اعمال روبرت مردخ مالك شبكة قونات سكاي سبورتس هو البدأ يقول لهم يا جماعة انتو عندكم مسابقة ممكن تبقى من الاعظم في العالم بس بشوية فكر وبالتالي هم بدأوا يتواروا من 92 اطلقوا نظام الدوري الممتاز ونظام الاحتراف الحقيقي وبالتالي شفنا الوضع الحالي بالمريميليج حاليا من اعظم مسابقة حاليا على مستوى عالي لكن مصر عندها ارث زي انجلترا بالزبط يعني انجلترا عهي امهد الكرة القدم مبنت على القرس ده حاليا واصبح الدوري الانجليزي هو اقوى دوري على مستوى العالم حتى دور الدرجة الاولى الشام بيونشيب حاليا الحقوق بتتباع بملايين انا بتكلم دور الدرجة الاولى مش الدورة الممتازة دورة تحت كمان الدرجة الممتازة بيتتباع حقوق ملايين وبيتزعب المناسبة وليجهم ويعني في منظومة صحة بالضبط يعني اقول لك على سبيل المثال ويجن مثلا نادي حالان بيعاني في انجلترا انا بيقول لك ازاي الناس دي بتتعامل وبتفكر ويجن حالان بيعاني في انجلترا انه هو ما بيتفعش الرواتب خصم النقاط عقابة الملخصم النقاط وهبوط مفيش هزار اي ان كان اسم النادي يوفنتوس يعني على سبيل المثال امبارح يعني اللي حصل امبارح طبع وان كان في وقت قتل جدا من الموسيين لكن هما القاضي شاف انه يوفنتوس عمل خروقات بشكل كبير جدا في موضوع انتقالات اللاعبين صحيح انه كان مخصوم منه 15 نقطة طبعا كده رجع بالقرار المحكمة لكن المدعي العام الاطالي شاف ان يوفنتوس استحق ده وبالتالي تم خصمة منه 10 نقاط وحاليا يوفنتوس في المركز السابع خارج دورة ابطال اوروبا واخره حاليا هو مسابق دورة المؤتمر الاوروبي وممكن كمان لو بعد هزيمة الامس الكارسية من امبلي والتاريخي ارقى واحد اربعة ممكن لانه شاهد يوفنتوس المصم مقبل في المسابقات الاوروبية فبالتالي هناك برضو ان المعايير سابتة واضحة مفيش حاجة اسمها ده نالي كبير وده نالي صغير الامور دي كلها لو اتطبقت اعتقد فيه الكرة المصرية هنبقى في حد تالي اننا حزين ان احنا عندنا قرس كبير جدا وشايف فيه ناس من حوالينا بدأت تسباجنا بخطوات يعني بخطوات بعيدة مش قريب لكن برضو لانكم متمسكين بالتفاعل لان احنا ان شاء الله نقدر بشوية اصلاحات وبشوية اطلاق حقيقة للصمارات تقدر ان شاء الله كرة المصرية تعود مرة اخلى الرياضة على مستوى العربة وافريق ويكون الاهتمام بقاعدة النشئين والاكاديميات المختلف دي نقطة مهمة جدا يا هوندك وانت اشرت لها الاندية بتصرف كتير جدا كتير جدا انا احترام بمشوف يعني مبالغ في بعض اللاعبين ما يستعققاش حياة في الكرة المصرية انا اعتقد لو تم الاهتمام بقاعدة النشئين هنشوف اسماء كبيرة جدا ونقدر لان احنا برضو عندنا ازمة في النشئين يا كريم احنا منتخب الشباب في مصر في حطول كاس الأوم الأفريقية هنا صفر في كل حاجة صفنا ما لم يسرنا الحقيقة يعني كان امر صعب جدا كاس العامل الشباب حاليا بتقام حاليا يعني احنا مش موجودين بقالنا دي ما وصلناش كاس عامل الشباب كاس عامل الكبار ثلاث مرات مصر بتاريخ الكرة والكبير وسبعة كاس أوم الأفريقية ثلاث مرات كاس عالم بدون اي انتصار المغرب حاليا توصل السيميفانل اللي بقت رابع منتخبنا وضع ايه في الفترة اللي جاية في رأيك في طول اللي كان حاصل مع طول الفترة الأخيرة وبس يعني يا كريم اشارة شريعة جدا اتمنى ان يتم التفاهم بصيغة ما في موضوع العابة النادي الأهلي عشان نهاية أفريقية مع احترام احنا خلاص وصلنا بنسبة كبيرة جدا وصلنا أوم أفريقية فما اعتقدش العابة الأهلي هتأثر قوي يعني ان يتم تركم للمنتخب للأهلي عنده نهاية أفريقية وأعتقد ان نهاية أفريقية هو الأهم منتخب مصر وكل حاجة لكن احنا الكمام ده لو مصر مثلا متأزمة في المجموعة أو كده نقول مثلا نفكر ونشوف لكن اعتقد ان الأهلي يعني وضعيته أهم كتير جدا لان منتخب مصر خلاص ضمن كلينيكيا خلاص التأهل لكاسة الأهم الأفريقية في يجب ان يتم التفاهم ولا ترك العابة الأهلي منتخب مصر انا بشفك حقيقة على يعني روي فيتوريا الخيارات مش كتير عشان نكون مرضو واضح وصريح الخيارات مش كتير بشكل كبير جدا لان احنا كمان المنتخبات الأفل السنغال ماشاء الله اكتساح يعني السنغال مكتسحة ناشئين شباب أول كرة شاطئية كله المغرب قادمه بكوة المغرب هتخش النسخة المقبلة من كاس أم أفريقيا بشكل واضح هايزين البطولة هم وليد رجراجي قال مع احترام الإنجاز المونديال طبعا أنا نفسي أجيب بطولة للجمهور المغربية وطبعا دون منتخبات وبالتالي احنا يعني ظروفنا صعر هم بانوا حلو في المونديال فهيكملوا على ده بالزبط وفيه طبعا السنغال حامل اللقب في نيجيريا الجريحة المجروحة من عدم التأهل بالسيناريو غريب جدا وفيه الجزائر اللي مجروحة برضه بالتأهل بالسيناريو ولا أغرب يعني ما تأهلوش لكاس العالم فلا احنا فرصنا مش هتبقى سهلة في كاس أم أفريقيا وان احنا نقرر تاني الإنجاز في وجهة نظر اللي حصل في أم أفريقيا مع كارلوس كيروش رغم انت حفوزي على كارلوس كيروش لكن اللي حصل معي في أم أفريقيا الأخيرة ده إنجاز بهذا السكواد الحالي ان احنا نوصل النهائي وصلنا بقى بضربات جزاء يعني ايا كان اسلوب ما كانش حلم وما احنا وصلنا الفاينال ووصلنا حتى ندى مع السنغال في ركضات الجزاء ومعنا عناهم صحيح نحن نلعب اسلوب دفاعي لكن هو مثلا روم على سبيل المزال مع جوزي ميرونيو قدام بارينو بفاركوزين ولا تزديدة وكان نسبة استحوز 28% ووصل الفاينال فهيالكورة في الأخير بتتذكر الألقاب ما بتتذكرش المستوى لكن ظروفنا في البطولة الجهة تكون صعبة مثلا وبقى وشفك حياة روي فيتوريا الحقيقة طيب وصفو فاضل تقريبا ثلاث دقيقة بقى يا أحمد فإحنا هنستغل الثلاث دقيقة دول إن احنا برضو نتكلم لو تسمح لنا يعني أكيد برضو أنت عندك علم بالملف دارك الملف الفقرة اللي فاتت قلت القدم النسائية أين نحن؟ لا إحنا بعيد لا إحنا بعيد أوي بعيد أوي وعايز أقولك أنا هوند الفيفا مهتم بشكل كبير جدا بالكورة النسائية وإحنا بعيد أوي 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 للأسف لسه كان الكلام ده في الفقرة اللي فاتت ده ثقافيا وعلى الأرض وفنيا وفي الأندية أنا معرفش ليه الحقيقة أنا مستغرب الحقيقة نهاء كاس التحادل الإنجليزي بينتشيلسيو كان الأسبوع اللي فات أعلى نسبة حضور في تاريخ مباراة بطولة محلية في التاريخ كورة القدم النسائية أكتر من 78 ألف متفرج مالوا ملعب ويمبلي كاسل في مشكلة حاليا الفيفا بين الفيفا والدول الأوروبية فيما يخص حقول بس التلفزيوني الكاسل العالم السيدات المقبل في نيوزيلندا وإستراليا لأن الفيفا شايف أن العروض المقدمة من الدول من الشركات التلفزيونية في الدول الأوروبية مش كبيرة قال لك لا أنا مش هبيع بالأرقام الضعيفة دي وهدت كما قال مش هزيع لو وصل أمر المش هزيع في أوروبا مش هزيع لكن الكورة النسائية حاليا أصبح لها جمهور كبير جدا نهاية اليورو السنة اللي فاتت كان بين إنجلترا وألمانيا حوالي 100 ألف متفرج في ملعب ويمبلي البطول تقوم أفريقيا كانت المغرب ونيجيريا في كرة كاس أوم أفريقيا للسيدات كل مباراة منتخب المغرب الستاد كله فل مليان على الآخر لكن إحنا بعيد بالمثبت السعودية السعودية بعمدها منتخب كرة نسائية ودخل التصنيف ودخل حيات التصنيف في الاتحاد دولة كرة القدم وعندهم وينفسوا حقيقة على صدافة كاس أسئلة للسيدات في عشرين ستة وعشرين الله برافو عليهم برافو عليهم بشكل كبير جدا نقضي اللي جاي من عمرنا بنتفرج على غيرنا يعني نبدأ نتابع ويحسن في العالم كله طب إحنا فيه من الكلام ده أنا أتمنى أن اتحاد الكرة يركز شوية الحقيقة الاتحاد الكرة الحقيقة بيدخل نفسه في مشاكل وأمور كتير جدا ومش شايف أي تطوير يعني مش شايف أي تطوير حيات الكرة المصرية بشكل كبير جدا كلها بنركزين الجدول والجدول هنقصه ونلزق إزاي والجدول هيخلص عشرين ولا خمسة وعشرين يوليو كل دي في وجه نظر الأمور في رعاية لكن تطوير حقيقة الكرة المصرية مش موجود لعب كزين في نفس السنة كرة النسائية بالمناسبة دي كرة مهمة جدا وهتبقى قادمة بقوة جدا عندك محترفات أصلا في الخارج وفي مصريات محترفات مصريات لا إحنا نتمنى أن نعطي الملف ده أكتر لأن الفيفا مركز بشورة كبيرة جدا والدول حواليها كم بدأت تتحرك نتكلم عن السعودية والمغرب مرتاح تتحرك بشكل كبير جدا فنتمنى أن نحن نركز في الملف ده إن شاء الله فترة جاية ياريت والله فعلا ونشوف يعني أكاديميات وقاعدة ناشئين عندنا أو ناشئات بقى في الأندية كلها في الفترات اللي جاية لأن أنت عندك الكوادر عايف لو إحنا ما عندناش الكوادر نقول لأحنا بعيد لأن لسه بدري لسه حاني مني بس فيه كوادر كويسة جدا لك تحمل عندهاش فرص الكل هل أحمد لأسف في الوقت خلص بس بجد استمتعنا بتحليلاتك المتميزة شكرا لك جدا لا عفونا نشوفك على خير بإذن الله شكرا جزيلا لوجودك معنا وأكيد الشكر موصول لحضراتكم وعلى حسن المتابعة وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة بإذن الرحمن يوم جديد وحلقة جديدة وعشر الصبح في الأهل السباح الخل عليكم اشتركوا في القناة